الزلازل هي عبارة عن حدوث اي اهتزاز مفاجه للارض بسبب مرور موجات زلزلية عبر الصفائح الصخرية الموجودة تحت سطح الارض عند تحركها ينتج عن هذه الحركة كمية كبيرة من الطاقة تتسبب بانتاج تلك الموجة المدمرة يعرف بالصفائح تكتويتنية يحدث بعض الزلازل بفعل الطبيعة السبب المماشر في حدوث الزلازل هو انكسار الصخور بصورة مفاجئة نتيجة حدوث تصدعات في صخور الكشرة الارضية تسمى فوالك ابرز اسباب حدوث هذه الهزات الارضية تقلصات الكشرة الارضية بسبب انكماش الصخور المنصاهرة وتمددها التفاعلات الكيموية المستمرة في نواة الارض تؤدي الى رفع درجة الحرارة وتمدد المواد في باطن الارض الموجات الكهربائية الموجودة في باطن الارض وجود الغازات المحبوسة في باطن الارض وتسخينها يساعد في حدوث الزلازل والهزات الارضية يحدث بعض الزلازل بفعل البشر مثلا قد تحدث عند الحفر في باطن الارض او نتيجة انفجار الالغام اثناء هذه الاعمال وحتى اثناء انشاء بعض الاعمال كحفر الانفاق الخاصة بالطرق كيف يتم كياس الاهتزازات؟ يتم كياس الاهتزازات الناتج عن الزلازل من خلال ما يعرف بمرسمة الزلزال او السيزموغراف حيث يسجل هذا الجهاز رسما بيانيا ناتج عن اهتزازات التي تسبب بها الموجات الزلزالية المتقلة عبر الارض ميكياس رختر وهو الاكثر تداولا يعمل هذا الميكياس على مبدأ كياس ساعة الامواج الزلزالية التي تنتج عن حركة الارض بالاضافة الى استخدام المعلومات التي يعطيها جهاز السيزموغراف ميكياس الاهتزازات العزم يعتمد على كياس كوة الزلزال من حاجة كمية طاقة التي صدرت منه ميكياس ميركلي يقوم على دراسة شدد ما تحدثه الزلازل من تأثيرات كالتحدث في المشتقبل اقوى الزلازل مدمرة دربة العالم زلزال فالديفيا في تشيلي يسنف احد اقوى الزلازل حيث تقدر قواته بـ 9.5 درجة عميكياس الخضر ما تسبب الى حدوث وفيات في الهند واليابان وفيليبين كما على منطقة تشيلي اسفر عن وفاة 1655 شخص زلزال الاسكا العظيم حتى في الاسكا عام 1964 اذ بدأت انهيار هيكل عملاقة وتشكل موجات تنامي ذا غرية ذا في المشترك